أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 25 من يوليو 2024 أجازة رسمية مطفوعة الأجر للعاملين في الوزرات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات قطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاصة وذلك بدلا من يوم الثلاثاء الموافق 23 من يوليو 2024 الموافق عيد ثورة 23 من يوليو